بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم يا غاليات مرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد وكنتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال والمهم كيف كما نقول لكم دائما هي الابتسامة اليوم اجبت لكم مجربة من المجربات ديالي وكيف الملعادة هي مضمونة مئة بالمئة قبل ما ندزل المجربة فضلا وليس امرا امرا تغضا ديروا ابني القناة واللايك باش نستمر معكم ان شاء الله في طرح مجرباتي بك انتقسمها معكم من القلب المجربات اليوم خاصة ببشرة الوجه اليوم اجبت لكم واحد المقشر ومبيد في آن واحد والنتيجة الله على ما اقول شهيد كتبان من اول استعمال لهذه الوصفة ندزل المكونات اللي كتشوفوا معايا هنا لدينا النخالة النخالة ديال القمح دقيق القمح من بعد سيدات يمني كتبطي القمح ديالك وكتطحنيه كتجيبه وكتغربه كتتحصله لهذه النخالة هذي نقول كيعرف الفوائد العظيمة ديال النخالة بالنسبة الجهاز الهضمي بالنسبة الانساك كتعالج بزاف ديال الحاجات ومن بين الاهمية ديالها فهي عبارة انا استعملتها كمقشر الوجه زيالي نستعملها مع ماء الورد المكونات الثاني اللي لدينا اليوم لدينا معايا باش تتعرفوا على الطريقة كناخدوا كمية من نخالة كما تتشوفوا معايا وكتزيدوا عليها كمية ماء ورد تتحصلوا على واحد قوام اللي هو مش سائل بزاف يعني قوام متماسك المكونات بزاف المكونات بزاف لدينا مكونات بزاف لكي نتزال تتحصلوا على مده 10 دقائق ومن بعد جميعها تتحصلوا بالنخالة يجب عليها سيدتي و تبدأ تبقيها و تكون شربة هذا الماء و تكون شربة و تبقيها على وجهه بطريقة المرتاحة فيها و تبقيها و تبقيها على وجهه و تجلسي و تبقي المروحة لوجهه تتنشف هذا القناع على وجهه المهم 30 أو 15 دقيقة المهم الوقت لينشف القناع على وجهه من بعد سيدتي و تبقيها و تبقيها حتى تفرتت و تغسل بالماء الدافئ ثم الماء الفاتر و نرى وجهه بشي منشفة دائما قطنية و كما نصحكم دائما منشفة تكون قطنية و تكون كل واحد تكون عنده المنشفة خاصة بالوجهه لكي نحفظ سيدتي على البشرة و على النظرة و نحميها من ميكروبات و من البكتيريا من بعد ما تدريها تستعملي شيء كريم من تلي تستعملي الوجه ديالك على التنطيب و تنعيم البشرة ديالك و يكون بيان سيوغ آمن و صحيح و بيو يعني طبيعي تحاول تستيل كريمات طبيعية لبشرة المجربة دياليومة سلاة نتمنى أنها تنال إعجاب ديالكو و تجربوها و بغي مو نتيجة تكون نتيجة عظيمة و مبيرة على بشرة الوجه و كنتمنى أنكم تباكتاجوا الفيديو مع أحبابكم و أصحابكم باش تعمل فائدة و مبقى ديالكو و باللقاء زي مجربة ديالكو بشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة